نوري بوزيت شنو المرة اللي تظلمت فيها في حياتك؟ ولتوى ما دنجم تتجاوز الظلم هذك؟ ولا تسامح اللي ظلمت؟ تظلمت باش نقولها ولو نمس أشخاص اللي ظلموني تظلمت مع المنتج متاعي نهارت اللي قررت باش نقطع علاقتي معاه على خطر ما عادش ممكن أني نختم معاه ما عانت حياته كاملة يطور نحن نخدمه في الميغالوم تاعه وطيشني وجبت له ناس خلين باش عملوا أفلام والاوهوما الطوبة لخطرة أفلام اللي منشحوا وباع فيلموية الأخيب موزعة اللي ثم عشرات يتجاره في جرد ريح السد في كان باعه الواحد والفيلم سكستري باندان ستان وخرج بعد برشة وإلي دي باسي شكونوا المنتج هذا النوري بوزيت؟ باش لازم نذكر الاسم بكانت تسهل عليه وتعرفه نهارت اللي قررت باش نخرج من عنده وعملت شركة واحدة ومشي تخدمت مع منتج آخر كم كو بروديكتور معايا خرج عليها اللي أنا أنتي سيميت وهذه أنا لقيت روحي في وضعية اللي يظل لي حتى الدفاع على روحي في الحكاية هذي عيب ما يتقالش مش باهي معانتها أنه واحد يستعمل معتقدات الناس باش يحل مشاكله الشخصية هذيك حاجة خاصة خليها بعيدة ما تدخلهاش في مقاومات الحكم معتلتوه ما سمحتو الشخص هذي هو معانتها لأنه لين ماته هو يقول في الشاي هذي بردو به دونك ما نجمتش نتصلح على الحكاية حاولت يعني مشيت عملت الفيلم اللي تعمل الجزيرة شيلدرن بعد ما مات هو عملته مع ولدو لكن في بالي نعاود نربط ما نجمتش ما كانش ممكن كن بيها أنا بش نكمل بسؤال لكن أنا نعتبر لي هو يعني مكني أني نعمل أربعة فلاهم كبارة معاه